العجلة بدأت تدور والدنيا بدأت تسخن لا الدنيا بدأت تغول عنار في معظم الدوريات في أوروبا ولما نستعرض مع حضراتكم ترتيب جداول الدوريات الكبيرة هتجدوا مفاجآت ما حصلتش يمكن من سنين يعني بالسناء طبعا الليجة بالسناء الدولي الأسباني سيبت على ما هو عليه عنده موقف ومبدأ ما بيتغيرش لكن الحقيقة الخريطة في إنجلترا الخريطة في ألمانيا الخريطة في إيطاليا فيها مفاجآت يعني بالجملة خلينا نرحب ديوفنا طبعا محلليننا اللي بنسعد بوجودهم معنا في السادسة بيشرفنا النهاردة خالد عامر مسأل خيري خالد وأهلا وسهلا بيك مسأل فل أولا تاني لتالت مرة مبسوط أننا معاك ومع السادة مشاهدي قناة النادي الأهلي حسس أنه أخيرا برجع تاني لبيتي فمبسوط أننا معاك النهاردة وطبعا مبسوط أننا مع فاروق صديق العديد فاروق عصام المتعلق دائما طبعا فاروق أهلا وسهلا بيك نورنا ومشرفنا أهلا بيك يا أحمد دائما بمبسوط معاك وخالد يعني إضافة كبيرة معنا وبمبسوط دائما أننا موجود معاك نتمنى إن شاء الله نعمل حلقة حلوة معاكم ومع مشاهدينا وخلينا ندخل في الموضوع والأول نستعرض مع حضراتكم مجموعة من الأغلفة يعني أبرز المنشودات الرياضية اللي جايالنا من فرنسا ومن أسبانيا ومن إيطاليا ونشوف الصحافة الرياضية تكلمت على إيه موضوعات يمكن تكون مختلفة شوية يمكن رصدنا أهمها أو أبرزها تعالوا نستعرضهم مع حضراتكم طيب البداية هتكون مع الماركة الماركة الإسبانية الماركة الحقيقة تكلمت على طبعا الهتفات العنصرية اللي تلقاها نجم البرازيل ونجم ريال مادريد فينيسي جونيور ويمكن كان فيه في مواجهة طبعا واحدة من الكلاستيكيات الكرة الإسبانية في مواجهة أتلاتكو ريال في مواجهة أتلاتكو مادريد ويمكن الإدانة اللي حصلت من ربطة الأندية الدوري الأسباني لسه ما زالت العنصرية شايفين قضية أو حاجة مهمة أو مؤسرة في الملاعب الأوروبي رغم كل التقدم ورغم كل العقوبات ورغم كل الدعوات سوى من الاتحاد الدولي من الوافا أو من الاتحادات الأهلية خالد كان تصريح بس أنا ممكن أقول أنه كان تصريح غير موفق من جانب بيدرو برافو رئيس ربطة وقلاء اللعبين الإسبانية لأنه مظاهر الرأس بنشوفها في كل العالم إشمعنا جات على فينيسيوس جونيور والدنيا وقفت طبعنا كنا المواسم اللي فاتت كنا بنتحاكى عن رأس أنتوان جريزمين نجمة أتلاتكو مادريد نجمة برشلونة نجمة منتخب فرنسا والرأس الشهيرة بتاعته اللي كان بيعمل فيها حرف الأل لدرجة أن العالم كله حتى الأطفال الصغيرين كانوا بيقلدوها مظبوط الفكرة مش في عنصرية بقدر ما هي الفكرة في أنه هو بيدرو برافو قبلها كوكي قال لفظ عابر يعني أنه لو رأس فيه واندا متروبوليتانو هتبقى فيه مشكلة بيدرو برافو قرر أنه هو يعلي عليه وقال له لازم يحترم خصومه وما ينفعش يرقص وما ينفعش يعمل الحاجات دي ولو عايز يرقص يروح لسامبا دروم يرقص إصالة لسامبا دروم في البرازيل يرقص هناك الفكرة حتى كنت لسه بتكلم مع فاروق قبل الهواء على طول على فكرة الرأس ومزج الثقافة ثقافة الرأس بالكرة القدم البرازيلية حتى كان فيه والأفريقي روجي ميلا كان بيرقص رأس روجي ميلا بالزبط رونالدينيو كان بيرقص واحدة من أشهر رقصات أو الاحتفالات رونالدينيو كان بيرقص دانالسن كان بيرقص كل العالم كان بيرقص الفكرة في البرازيل تحديدا اللي كنت بتكلم عليه مع فاروق هي فكرة الثقافة البرازيلية هي فكرة أنه المراجع والأبحاث بتقول أنه البرازيل عبارة عن خليط ما بين أفرقى وهنود وبرتغاليين ما كانش فيه لغة حوار ما بينهم فعشان يعملوا ده عشان يؤسسوا مجتمع في لغة حوار أرضية مشتركة كان الرأس هو لسبيلهم لده فعندهم الرأس هو موروث ثقافي داخل في الكورة داخل في الكابويرا داخل في الجوجيتسو داخل في مختلف أشكال الحياة فبالنسبة لهم أي حد بيجي جنب الرأس في حاجة لأنه مش مجرد مظهر احتفالي بيمس ثقافته أنا بالمناسبة روقة قبل ما أتعلق على موضوع بنيشيز ده بشوف أنه السامبا أو رأسة السامبا جزء أو سبب أصيل ورئيسي في مهارة ورشاقة اللعب البرازيل وبعدين الرأسة دي اللي حببت ناس كتير قوي في الكورة أجيال مختلفة المتخب البرازيل وأعتقد الرأسة دي متكررة مع كل الأجيال وكلام على فينيسي جونيور هو بالنسبة لي كان مختلف عن أي لعب تاني لأن بيدرو لما تكلم ذكر أنه ما تلعبش دور الأرد يعني حتى مصطلح عنصري بحث ولما تناولته للصحف حاولت حتى ما تذكرش المصطلح لكن هو تقال وتقال في برنامج كبير متابع في أسبانيا كلها فكان اللفظ خلى العالم كله يساند فينيسيوس اللعيبة البرازيلين ساندوا فينيسيوس كان مهم جدا نسمع التصريحات واحد من أهم اللعيبة في تاريخ برشلونة داني ألفش على اللي تعرض ليه فينيسيوس قال أنا تعرضت لده طوال مسار وأي لاعب لاتيني أو لاعب غير أوروبي بيروح أوروبا بيتعرض للعنصرية دي لأن في غيرة شوية أن أنت بتحقق إنجازاته بتحقق لفرقك إنجازات اللعيب الأوروبي نفسه ممكن لعيبة أوروبية كتيرا ما تقدرش تحققها لو رجعنا الماتش لديربي ميل سجل لريال مادريد اثنين لعيبة من أمريكا الجنوبية سواء رودريجو رودريجو وبينيسيوس ورودريجو فالفيردي اللعب غير أوروبية وسيطرة بقالها فترة فهو بيتكلم داني ألفش إن فيه دايما العنصرية دي موجودة من الأوروبيين مش شرط بقى ما بقتش بشرة دلوقتي هو بقت عنصرية للعب الغير أوروبي أو عنصرية لما هو الزردي مش أصمر البشرة بس من أمريكا اللاتينية بالضبط فدي موجودة لين أسكر الأعداء لو صفتوه في المعركة بقتلون ولسه موجودة بالنسبة للأشخاص كتير في صراحة انجلترا في أسبانيا في إيطاليا وهتفضل موجودة في الكورة طيب هنفضل في أسبانيا بس المرة دي هنروح لسبورت الأسبانيا وسبورت الأسبانيا مركزة على البرسا العنوان الرئيسي يعني السبعة الرائعين لتشابي طبعا اللي يمكن بلخص المركاتو أنا شايف طبعا لا تضغطش أنا أتمنى لا تكونوا حطينوا في الصورة هنروحوا ديمبلي تاشتيجن ليفندفسكي كوندي وجابي وبيدري كويس أنه محطتش كيسية مش موجودة إزاي محطتش كيسية محطتش كيسية محطتش كيسية كيسية لسه مدخلش فورمو تشابي مع أنه رفينيا بالنسبة لي واحد من أكثر اللعيبة اللي سهمت في نجاح برشلونة حاليا ومحتاجش وقت كبير للانسجام هو من أول مباراة بيتقلق ومن أول مباراة بيصنع هداف ومن أول مباراة في انسجام ما بينه كده لينك ما بينه ما بين ليفندفسكي في العرضيات وفي كور كتير كده تحس أن رفينيا دخل على طول وأكبر دليل على ده أنه صعب جدا لعيب دخل على برشلونة عادة الأمجاد هل جماهير البرسا عشاء البرسا السنة دي ينتظروا من البرسا لقب كبير زي الليجة أو تشامبيونز ليك خالد خلينا نقول أنه لا لسه لأنه احنا شفنا مطش بارن مينيخ اللي كنا نتكلم عليه حتى أنا وفاروق كنا موجودين هنا كنا نتكلم عليه وعن الأخطاء الفنية في الأساسها طالع من عدم الانسجام اللي استغلها بارن مينيخ في مشاهد شفناها على فكرة حتى في مبارات البايرن الأخيرة للبايرن نخسرها نفس الطريقة بس الفرق ما بينهم أنه هنا الجوم صد هنا كتيرش تجي ما صدش بس البايرن ليه سيستم واحد استغل بيه عدم انسجام خطوط برشلونة مع بعض فيه الضغط على حمل الكرة وفيه التمركز الدفاعي عشان نشوف الخسارة من بايرن مينيخ هجوميا زي ما فاروق كان لسه بيقول دلوقتي رفينيا دخل في المود بسرعة لبانداسكي طبعا ليبانداسكي طبعا دمبلي طبعا دمبلي على فكرة على رغم كل السفقات أنا كنت واحد من الناس المتخيلين أنا دائما بحب أرجع الحاجات لنصبها فلما كنت عايز أحكم على برشلونة بحكم أن أنا بتابع أكتر دوري إيطالي فروح تسألت الناس اللي بيشجعوا برشلونة منهم طبعا صديق العزيز أحمد مجدي وهو أحد النقاط الرياضيين أو المحلين الرياضيين اللي بيجوا قناة نادي الأهلي والمعروفين جدا أحمد برشلونة عتيد جدا فروح تسألت واحد من ضمن الناس دمبلي تحديدا هيبقى ليه دور ولا لأ قال لي دمبلي هيبقى أساسي على أي حد طلوق أنسفاتي بقى بيدري رفانا كل ده دمبلي موجود قال لي دمبلي موجود على أي حد وده اللي شفناه حتى في السيزن فتحية لحمد مجدي على نظرته يعني دمبلي موجود رفانا دخل في الأجواء بيدري موجود جافي موجود كيسي إلى حد ما لقب شايف فيه لقب جاي ولا لقب مستقل لا لقب اللي جا السنة البرشلونة اللي جا السنة البرشلونة هنيجي للجداول هنيجي للجداول وهنيجي للجداول أنا بس تعليقا على فاروق مع ده اللي كنت بقوله مع المستوى بتاع الدفاع صعبا نحن نشوف لأنه الأهم في العملية هو زيت دافع خد بالك بردو خد بالك مركاتو بعدد بصرف النظر على الكواليتي اللي عيدة أنا بشوف الكواليتي يعني اللي انت دابها تشابي عالية جدا لكن فكرة كمان الفريق يهدم فكرة تشابي يقفين سجام بين الفريق ده والسكوالد هتأخذ اللي يحسن معي قبل بس اللي يحسن معي الكلاسيكو كلاسيكو اللي فات برشلونة ما كانش متكامل وما كانش في القمة دلوقتي وكسب ريال مدير بسهول ما بقى لك بقى دلوقتي أعتقد أن المواجهة المباشرة هتبقى في صالح برشلونة نروح للموندو دي بورتيفو طبعا كلمت على صفقة هتهز أسبانيا لو حصلت أسانسيو نجم الريال هل من الممكن أنه ينتقل للغريم التقليدي برشلونة كل حاجة ممكن هو اللي انتقل مش بإيد ريال مدريد هو خلاص انتقل ريال مدريد سايبها لحد معقده هينتهي لصف الجاي بسهي اهتمام من إدارة برشلونة بأسانسيو بسهي اهتمام من إدارة برشلونة وبدأت الصحف بتدي كده كنبيلت اختبار بس أنا أعتقد أن أسانسيو صعب يغامر بشعبيته مع جماهير ريال مدريد وخصوصا أنه فيه أرود كتير في أوروبا المدريد كان متمسك بأسانسيو لكن أعتقد أن أسانسيو وخطوة برشلونة دي بالنسبة له هو شخصيا هتكون صعب ومن برشلونة يجيبه يمكن منوشية بس مش أكتر في الصحف لكن أنه هو يجيب أسانسيو برضو من نسبة لي أسانسيو لو قر النهب بالأجنحة اللي موجودة في برشلونة ديمبلي هو ألم ديمبلي رافينيا هو ألم الرافينيا أنصفاتي هو ألم أنصفاتي فيران توريس ممكن تقول أن فيران توريس الوحيد اللي ممكن أسانسيو يكون أفضل منه شوية وإن كان فيران توريس برضو لعيب على المرمى فطير فإحنا بنتكلم أن برشلونة مش في حاجة لأسانسيو وهي بس صفقة يمكن تصديرها دلوقتي يمكن شوية نكاية كده في جماهير ريال مدريد بالضبط لكن صفقة صعبة في نفس العدد تكلمه على نجاح لابورتا هنا هكلم معك خلد عن ناحية الإدارية لابورتا بيقول أنه الجماعية العمومية هتوافق على ميزانية لبرشلونة قيمتها تقريبا دخلها على مليار وربع مليار يورو وطبعا بعد ما كنا بنسمع على مواسم متتالية برشلونة يعاني برشلونة مش قد يجيب صفقات ويكلمه على أرباح وصلت لحوالي 95 مليون يورو شايف الأرقام دي ازاي وهل من الممكن أنه برتمية يمشي يجي لابورتا النقلة النوعية تحصل بس أه ما فيش شك أنه العمل أخوان لابورتا في برشلونة خلال فترة قصيرة جدا اللي هي معجزة معجزة بكل الأحوال هي معجزة ناس كتير يعني أو في الأوانة الأخيرة اتكلمنا وتباحثنا في الموضوع بتاع الروافع الاقتصادية اللي لابورتا طبقها منها مثلا عقد الرعاية الدول سبوتيفاي عشان خاطر 300 مليون يورو في السنة وتسماع نسبة 25% من حقوق البث التلفزيوني بالضبط كده لسيكفستريت الأمريكية كل الحاجات دي هي معجزة حقيقية أن أنت تقدر تطلع من الأزمات المالية أنت تقدر تبيع ديونج بالضبط ديرتش تبيع ديونج عشان خاطر تحقق التوازن اللي أنت كنت تطالبه بس أنت كان عندك واحد من الاتنين لازم يبقى يا إما دست يا إما ديونج قدرت تودي دست للميلان ديونج لسه موجود ما قدرتش تتخلص من منفس دي باي بس أوبا ميانج لتشيلسي بس قدرت كل ده تعوضه بعقود الرعاية الجنب النسب البيع ده قدرت سبوتيفاي قدرت حقوق البث التلفزيوني قدرت حتى اللقطة الطريفة اللي الناس كانت بتتريع عليها اللي هو تأجير الكامب نقول كل دي موارد والروافع الاقتصادية طبعا اللي احنا تكلمنا عنها خلال الفترة اللي فاتت كلها 98 مليون صافي أرباح بالنسبة لبروشلونة هي معجزة حقيقية بالنسبة لإخوان لابورت في برشلونة طيب نسيب أسبانيا وهنرجع لها تاني مع الجنول بعد الموندو دي بورتيفو عندنا لكيب الفرنسية ولكيب عنوانة الصفحة الأولى وقالت فيها هتقول حالنا طبعا دي صورة لنجوم منتخب فرنسا وركزوا على مدرب انتر ميلان انزاجي اللي قال انه يعلم انه قزمة الانتر وبيعمل على حلها طبعا الانتر متراجع يمكن شوية بين في الدولة الإيطالية اكتر من افل وكلمت على انه انا اسف كلمت على طبعا معاناة منتخب فرنسا قبل كسل عالة اصابت لوريس طبعا حدث الأساسي اتكلمت على ازمة كيليا نيمبابي مع المنتخب مشكلة الاعلانات بول بوكبا كل الازمات اللي يمكن اعتقد يعني انه منتخب فرنسا ممكن يكون مرشح الاول لاحراز البطولة 22-22 في قاطر متفقين او المختلفين انا متفق لان انا منتخب المفادل ومنتخب الفرنسي بس الازمات كتير ويمكن ازمة الشرط القيادة واحدة من الازمات اللي موجودة في المنتخب الفرنسي زي عندنا لان كان مرشح بول بوكبا انه هو يبقى قهد المنتخب بعد الازمة الاخيرة مع كيليا نيمبابي ان كان كيليا نيمبابي اتتلع واتكلم انه ما بقاش فيه ازمة وهو صدق زميله طبعا الازمة هي ان بول بوكبا اخوه طلع قال انه هو كان فيه ساحر وبول بوكبا حاول يأذي يأذي طبعا نيمبابي خرج وقال انا مسدق زميلي في المنتخب وعلاقتي بوكبا كويسة لكن احنا عارفين مؤخرا ان ان بابي كده داخل في مشاكل مع اكتر من اللعيب ويمكن النهاردة من شوية قبل ما يجي قريت خبر ان فيه ازمة في حقوق الصور ما بين ان بابي والاتحاد الفرنسي وده اثر على الصورة الاخيرة لقائمة المنتخب الفرنسي لما انضموا للمعسكر الحالي الطلب ان يبقى فيه صورة جمعية للعيبة مبابي خرج من الصورة دي لان الازمة ما تحلتش وهو فيه ضغط حاليا ازمة الاعلانات ازمة الاعلانات وحقوق الصور لان هو فيه ضغط حاليا من معسكر مبابي ومبابي ان هو ياخد فلوس اعلى في حقوق الصور والتجديد بتاع العقد اللي جدده ده هو عقد فرعوني هو الاول الصحافة اطلقت لانه عقد فرعوني وتحول عقد فرعوني فعلا يعني هو تحول تصرفات فرعونية فعلا من مبابي ومبابي حتى لما كان بيتفادي احساسه بالذات بقى كبير جدا خليه يخبط ميسي في كتفه يعني دي حاجة ما اعتقدش ان فيه لعيب كان يقدر يعمل ان هو معدي جنب ميسي يروح خبطه في كتفه عشان حاجة حصلت في الملعب أو حاجة ويطلب ان النمار يمشي فيه تصرفات كده المبابي غريبة وعتقد ان هو ممكن يطلب بالشارة يعني انا اعتقد ان هو ممكن يطلب بالشارة في المنتخب الفرنسي لو ما كانش موجود بول بوكبا بسبب الاصابة اللي بيتعرض وهذه صعبة بالنسبة لك هم فرنسا الحقيقة منتخب بيميزهم انه مش عارف خليدي يتفق معه اللي اختلف خد بقى انا ثقافتي فرنسية خطي ما انتلاقي فيه ميول ناحية التوري فال وكده فهموا الارك دو تريونف والحاجات دي بقى رايح قلبي بروحها بس الحقيقة هم الحقيقة تجربتهم كمان اللي عملوها في العشرة والعشرين سنة اللي فاتت خلت السكواد مش ممكن ابدا يوقف على لاعب يعني عندهم كاتبة محترفين تحت اي مدير فني يحتر ممكن يحط التشكيلة ممكن تكون ازاي فهم حيح لكن هل تعتقد انه الاسماء برضو اللي ممكن تغيب ممكن يكون لها تأثير على فرص فرنسا في كاس العلا مين الاسماء اللي ممكن تغيب بول بوكبا ما بيلعبش بقى بول بوكبا ما بيلعبش بس خد بلك بوكبا مع المنتخب غير بوكبا مع مية مية متفق وانك كنت تقول لوريس ممكن يباشل حارس الاساسي يعني مفروض هو فيه توقع حتى لو كان موجود فالإصابة دي هتساعد دي دي شان جدا انه هو ما يختار لوريس كحارس الاساسي الصغرة في المنتخب فرنسا خلد ما عطع كلامك هي وسط الملع لو قررنا خط الدفاع في المنتخب الفرنسي فهو اللعيبة الاصلا اللي ما فخط هجوم لكن وسط الملع في غياب طبعا سيسوكو خلاص هتزل دوليا اللي كان موجود في كاس العالم الفات واحد من أسباب نجاح وسط الملع عندك كما فينجا وشواميني عاملين بداية العيبة صغيرة جدا في السن هي تخوت كاس عالم هيبقى بطولة كبيرة لها مع المنتخب الفرنسي ومؤخرا هم خدوا في المتشاط الودية ودور الأمم لكن هي العيبة صغيرة في السن فهو أضعف الخطوط الموجودة حاليا في المتخب الفرنسي وسط الملع عدم وجود بوكبا وإصابة نجولو كنتي الحالية وممكن ونجولو كنتي هيبقى موجود لكن ممكن برضو إصابة تأثر عليه على مستوى في كاس العالم عدم وجود السلاسي ده وهيبقى وجود لوريس لا يبقى في الحزبة المفروض لا يبقى هو الحارس الأول لأنه نرى أخطاء متكررة كثير نظرا لتقدمه في السن فالمفروض أنه وجود لوريس لا يبقى هو الحارس الأول لمنتخب فرنسا هذا كلامنا على خط النص سيختلف مع فاروق في نقطة صغيرة جدا في نقطة كامافينجا تحديدا كامافينجا لعب شامبينز ليج قبل مدارس مختلفة بقى واحد من اللعيبة اللي الناس بتبصيلها باعتبار أنه هو هيبقى المنقذ لخط وسط ريال مدريد بوكبا لما لعب في منتخب فرنسا كان تقريبا في نفس عمر كامافينجا دلوقتي فمعيار السن مش هو المعيار مبابي 2018 أفضل لعب في فرنسا ولكن في نفس الوقت هو لسه كان 20 سنة تقريبا وحكد فمعيار السن من زي ما كان مكسل الدنيا في ريال وممس بوكبا خرجه في 2014 بس هو كان لعيب مميز بس نحن بنتكلم أنه ياخد كاس العالم أو منتخب مرشح ياخد كاس العالم في رأيي وسط ملعبك تشواميني وكامافينجا في السن ستقدي لكن تاخد كاس العالم باثنين لعيبة 18 سنة 18 سنة يبقى صعب جدا طبعا لقال فرنسا قبل ميروح الريال يعني يعني نصف لعيبة كده أنا بتفرج عليها أقول لك اللعيب ده السنة الجاية بتفرج عليه صحيح كبير صحيح 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 تشواميني 100 مليون وعنده 17 سن اللي كان مفاجئة بالنسبة لي الرقم يعني ما عنديش مانا يلعف بس رقم بس رقم كتير شوامينيم لحد ما أنا ما قلتش اسمه لأنه لسه محتاج وقت ينضج فيه ولكن حددت كامافينجا لأنه كان مشارك بدور أساسي وشوفنا حتى الأدوار الفنية ما فيش وقت نتكلم عنها بس شوفنا الأدوار الفنية لكامافينجا مع ريال مدريد فيه تتويج وبلقى بالشامبينز الليج السنة اللي فاتت طيب عندنا في لجازت نروح إيطاليا نروح إيطاليا لجازت تكلمت على اليوفي واتكلمت على ألاجري وقالت أنه مصيره احتمال يكون مهدد مع اليوفي واتكلمت أنتعرف أن بواتشتينو وطوماس تاخل الاتنين دلوقتي يخليين شوق فقالك أنه احتمال كبير جدا واحد منهم يبقى مرشح لخيافة السيميليانو على أجري في اليوفي المترنح يعني ترتيب الحقيقة غريب جدا ترتيب الجهة الدولية الإيطالية كله بالنسبة لي في الجولة السبعة تقريبا سبع جولات والدنيا ملغبطة جامل يعني من الخامس كده ميلان روما انتر يوفي روما الاربعال هينفسه يعني الاربعال المفروض طبيعي جدا بيه نفسه بس خلينا بس من ميلان ورومال أنهم عاملين سيزن كويس حتى في ظل ترتيب حاجل الدولي بس خلينا بس في اليوفي تحديدا تقارير صحفية طلعت قالت أنه من الأفضل أنه ماسيميليانو أليجري حاليا هتكلف خزينة النادي نفس المقابل اللي هيخسره النادي في خلال الثلاث سنين اللي جايين حلو إزاي أليجري السنة دي لو مشي اليوفي هيتفعله 22.5 مليون يورو كان شرط جزائي عن الثلاث سنين اللي جايين اللي هو فترة التعاقد بتاعته أوكي لو تمت قلته يابني اللذين أليجري شرط النوع يرجع كان حضرت الشرط لعشان يمكن عارف أنه يخسر وياخد 22.5 مليون حاجة يخسر بسيط أنا أخسر عشان يمسوني فأخد شرط الجزائي هايخد 3 سنين في سنة واحدة وبعدين يشوف حاجة المهم مش هنقض في البيت يعني ربنا هيفكه يا من عندي لو خسر تشامبينز ليج السنة هو خسر مطشين ونقص مطشين اللي هما المهمين أو الأبرز اللي هما بنفكه في بورتغال وباريس سان جرمان في الإياب بتاع الدوري أبطال أوروبا لو خسر ده ولو خسر دول يعني وخرج من الشامبينز ليج هيخسر فلوس التأهل إلى دور الستاشر وبالتالي الحسبة دي السنة دي بس هيخسر فيها 22 مليون يورو طيب إحنا جايلنا معلومة من تورينو وقيل لا قال لك رئيس النادي يكلمه وقال له أنت مكمل جدد الثقة من عارش حبا فيه طبف 22 مليون بس هو جدد الثقة في أليجري ولكن هي الفكرة في الموضوع أنه هيجدد الثقة إن شاء الله بس حد بعد يوم 18 الميلان يلعب بس المهم كده ونتطمن وبعدين يبقى يمشي مفيش مشكلة لو ممشي دلوقتي هيمشي آخر السيزن حلو فيهياخد الراق متاع موسيمين فهنلاقي أنت خسرت السنة دي بس 22 ونص بالإضافة لخسارة 22 ونص تانيين السيزن اللي جاي لما تمشي أليجري قبل بداية السيزن عشان ما تخرج من دوري أبطال أوروبا اليوفي في وضع سيء جدا الحل الأمثل إن شاء الله ما يحصلش وربنا يدهم عليهم نعمة إنه أليجري يكمل ده الحل سوري إنه أليجري يمشي مش يكمل يا أليجري يمشي أليجري ييجي بيرلو ييجي بيرلو يمشي هي قصة في اليوفي حالة الترنح اللي دخل فيها بقلو ده تالت موسم يا فاروق قصة مدير فني بس لا طبعا مش قصة مدير فني قصة إدارة مجلس إدارة هو الجيل اللي كونه أنتونيو كونتي والحقق به إنجازات بعد كده أليجري وبعد كده ساري اللي كان آخر آخر نجاحاته كانت مع ساري وده كان من عبقرية ساري يعني جيل يوفي اللي حقق الدوري مع ساري هو من عبقرية ساري من ساري مدرب كبير بعد كده كان لازم تدعيم اليوفي بشكل بشكل مناسب ده ما حصلش مع بيرلو ما حصلش بيرلو اتظلم مع يوفينتوس اتظلم مع يوفينتوس اتظلم مع الإدارة لأن اللعيبة اللي كانت موجودة كانت لا طليق بيوفينتوس وكان فيه لعيبة كتيرة في خط الدفاع تحديدا كانوا بيخلصوا منهم بونوتشي وكلين اللي كانوا مفروض أنهم لعيبة أساسية واخدين اليورو مع منتخب إيطالي أداء المنتخب الإطالي نفسه ترجع له وتدرسه وتحلله لأن ما فيش أعتقد حد أن اليوفي بالنسبة لي كان لازم التدعيمات وكان لازم يبقى فيه خطة بالإدارة أن هي الدعم الفرقة حاليا أعتقد حتى تدعيماتها الحالية هي تدعيمات كده بانك بانك اللي هو فيه توطر حصل فلجأوا البوكبة راحوا تعاقدوا مع بوكبة وهو العيب كان عليه مشاكل كتيرة في منشستر يونايتد ولعيب غير مستقر والدليل دلوقتي أنه هو مقدمش حاجة لليوفي لحد دلوقتي تعقدوا مع ديماريا اللي أنا أعتقد أنه اضطرت ديماريا في الماتش الأخيرة لأنه انفعل أعتقد أن ديماريا حاليا مش في أفضل فتراته في مسيرته لأنه باريس سان جرمان وخروجه من باريس سان جرمان باريس سان جرمان خرجوا على أساس أنه لعب منتهي لأنه ما جددلوش العقد وهو كان أصرح كسا مرة أنه عايز يجدد لباريس سان جرمان ويقعد فتعاقدات البوكبة وديماريا بالنسبة لتعاقدات هي تعاقدات غير مدروسة من إدارة يوفينتوس اللي احنا تعودنا من إدارة يوفينتوس في الفترة الأخيرة أو في السنوات مع كونتي وقالجني أنه كان في تعاقدات كده وكانت علامة استفهام بما اكتكام مع أمريكاته أنهما يسيبوا ديبالا بصراحة يعني ديبالا بالنسبة لي كان علامة استفهام قوي أنه يسيب يعني يوفي يوفي الانتقل لإنتر ميلان هو أنا أقدر أقول أنه الحلقة المفقودة في المشاكل اللي حصلت لإدارة يوفينتوس أنه نقل كل الفكر بتاعه اللي كان سبب فيه تقلق يوفي إلى إنتر ميلان فشاهدنا طفرة الإنتر هكمل معاك في الحتة دي وأنا بستعرض الجدول للترتيب في إيطاليا بس هتسمح لنا ومشاهدين يسمحوننا نروح لفصل ونرجع لكم مكملين معاكم فيه السادسة بعد الفصل طيب لما ابتدت وقلت لكم أنه الدنيا ابتدت العجلة تدور والدنيا ابتدت تسخن نحن نتكلم أنه وصلنا لأسبوع السادس أو السابع في بعض الدوريات فطبيعي أن المنافسة تكون يعني ابتدت تشد تحبوا نبتدي بإيه ابتدي بالإيطاليا نابولي المتصدر نابولي إيطاليا بقى حضراتكم يعني كل اللي إحنا كنا بنقوله في الأول والإنتر والميلان واليوفي والروم والانتدابات والحركات كل ده يعني بخ مفيش عندنا في الصدارة نابولي نحن كنا في إيطاليا الأسبوع السابع نابولي 17 نقطة في المركز الثاني أتالنطا 17 نقطة في المركز الثالث أودينيزي 16 نقطة في المركز الرابع لاتسيو 14 نقطة بعد كده يجي الميلان وراء روما وراء الإنتر وراءهم اليوفي وهلوم مجر إيه البسطة تغيرت ولا هذا وضع مؤقت والكبار هبتدوا يرجعوا سنة بسنة ما تيجي نبدأ بفروح عشان أنا يلا يا روح أنا أتكلم على نابولي وأسيب المركز بتاعت المتمر يكلم على نابولي هو طبعا القلم يعتصر قلبه وأنا بقوله مجيلا في المركز الخالس يمكن نابولي الموسم ده من نسبالي كان مفاجأة كبيرة كان مفاجأة كبيرة لأن الاستغناء عن العيبة بخبرة جيل أو أهم ما حققاش إنجازات لكن حقق مستوى جيد جدا لنابولي مرتنز وإنسين وحتى كل بالي اللي ماشي كان بالنسبالي نسبالي يقدر يعوضهم ها هو بداية موسم ولسه ما فيش حاجة مستقرة لكن أداء نابولي لحد الوقت هو أداء مثالي بالنسبالي أداء جيد جدا في مباراة ميلا ميلا بقدر يتعادل معهم في السانسيرو في وقت حارج جيرو كان في القمة ورغم كده نابولي بيتقدم تاني وقدر يقف على رجله ورح بأكتر من هجمة وقدر يتقدم اتنين واحد فمن نسبالي ده فريق عنده شخصية فريق كويس جدا عنده النجم اللي هو النجم الكبير اللي كان بينقص نابولي إنه هو عندهم نجم متفرد وهو أكفارة لعب لعب يعني أنا بتفرج عليه بس تمتع هو كاكا الجديد هو بقى تقدر تقول عليه أكتر من حد جديد كده فلعب ممتع جدا في ضربة الجزاء اللي خلا أنا أعرف خالد عصب بس ضربة الجزاء ما تنكرش إنه في ضربة الجزاء هو لعيب عنده مهارة كبيرة جدا مهارة كبيرة جدا أنا شفتهم في موجة الليفر يعني كواليتي مش بس على مستوى الكالتشو لكن حتى في التشامبين بيج لا زمات بقى يشوف تقول إنه جاي من بعيد يعني فرق قوية فرق عندها سكواد محترم فرقة بتكسر مع كبار لكن أتالنطا على فكرة بقالها كذا سيزن برضو من الفرق المميزة جدا في الدور الإيطالي واللي عاملة نتائج مبيرة المفاجأ ودينيزي المفاجأ ودينيزي في 100% وتأهلت شامبينز ليج خسرت أول ثلاث مطشات في المجموعة في النسخة اللي قبل اللي فاتت عشان الناس كلها تقول إن أتالنطا ودعت ومرة واحدة بيكسب تاني ثلاث مطشات ويتأهل لدور الستاشر وعمل مطش كويس قدام إجبلية أتالنطا من القيم التابتة في آخر أربع خمس مواسم في الدول الإيطالي ميلا مش فأزمة خالص مختلف شوية مع يعني معروقة مختلف شوية مع فاروق فيما يخص ميلا ونابولي المباراة نفسها نابولي فرقة عظيمة جدا قدر أن هو يعوض الغيابات اللي عنده تخافيتش كفارتسخيليا الجورجي كفارتسخيليا أنا أقول كفارتسخيليا اسمه صعب جدا اسمه صعب كفارتسخيليا لعب كويس محوري قادر أن هو ينقل الفرقة الأدام ولكن خلونا ما ننساش أنه في أهم منظومة في نابولي وهما الثلاثة بتوع خط النص سواء لوبوتكا أو سواء أنجويسا الكاميروني أو الأهم فيهم سيوتر زيلانسكي خط وسط قادر على احتواء الصدمات بشكل كبير جدا مباراة ميلا نابولي المشكلة فيها هو خطأ مباشر من ستيفانو بيولي اللي بقى كان له كل تقدير في الوصل لي ميلا لحد دلوقتي ولكنه أخطأ فيه المباراة بأنه هو خرج الاتنين اللي في الجنب اليمين اللي هو الجنب بتاعك فارتسخيليا ففضل مساحة فأصبح وماريوروي اللي هو التوب أسيست في نابولي للسنة دي فأنت بتخرج كالابريا وبتخرج سلي مايكريس اللي هم الاتنين اللي بيعملوا الواجبات الدفاعية وبتنزل مكانهم دست وبتنزل مكانهم جونيور مسياس اللي اتنين واجباتهم الدفاعية زيرو نتج عنها دست تتسبب فيه الهدف الأول لنابولي من الهدف والهدف الثاني ماريوروي رفع الكورة جوفاني سيميوني في عدم ضغط من جونيور مسياس اللي هو المفروض أصلا يبقى موجود في الحتة دي فأنتج عنه الهدف الثاني الإجمالي سميلا راح وهدد المرمى وجب كرة في العرضة الإجمالي إنه الكفة كانت متساوية الترتيب ده مش ترتيب واقعي إننا لسا فيه بداية السيزن طبعا طبعا والفرق التلات نقاط اللي هي التلات نقاط بتروح وصارت المطش اللي فات الفكرة إنه أنا متفق مع فاروق إنه نابولي بقى قيمة كبيرة جدا في الدور الإطالي سيقدر يكمل نقطة بس سريعة جدا سيقدر يكمل سبب إن سباليتي واحد من أهم المداربين في تطوير اللعبة وده يشهد له محمد صلح وأكتر من اللعب إنجويزة اللي أنت كنت بتتكلم عليه يا خالد هو لعب كان موجود مع فول هام هبط في الدور الإنجليزي وما كانش مطلوب في الدور الإنجليزي ورغم كده اتعاقد مع نابولي وانت شايفه حاليا واحد من أفضل لعب في الوسط اللي موجودة في الدور الإطالي فهو سباليتي مع اللعبة كلها اللي موجودة الصغيرة بيقدر يطور العيب وحتى لو مش لعب صغير بيقدر يطوره ويضيف له سمات مختلفة شوية في الملعب بتقدر تفيده وحب تتفرج على الكورة وهي ما بين رجلين التلاتة بتاع خط النص سباليتي في المقام الأول هو السبب في ده ولكن التلاتة عندهم قدرات فنية تحب تتفرج على نقل الكورة ما بين لوبوتكا وزيلانسكي وما بين أنجويسا الكورة يعني هو وسط لعب مثالي لعب ديستروير اللي هو مية في المية خلاص باع انتعيشتوا في الإيطالي في الإيطالي ما الإيطالي ممكن نكمل بيدي حراء إيطالي في التغييرات كده الفلاش بيك عد علي ماتش ماتش ريال مادريد ومان سيتي تغييرات بتاع وارديولا اللي ضيعت يلا يلا السنة دي صعب السنة دي هالند عامل شو لجام الجد نروح الدولة الإنجليزية يعني مجموعة الجدول كله مفاجئات الحقيقة يعني واحد أرسنال في الصدار دي بالنسبة لي بس خلاص ما تقولش أحاجة أرسنال جاي من بعيد بس يستحق عشان جمير أرسنال يستحق تماما مميز يعني يمكن ما بيعتمدش على أسماء اللي هي عارتقيل بس لعيبة كلها كاليبر محترم توظيفهم أرسنال عامل شغل كويس اللي احنا كنا قلنا عليه في الحلقة الأولى أيام المركات واللي قلنا عليه أن أرسنال عامل مركات وذكي صحيح الانتدابات ذكية في المركز الثاني سيتي هيرجأ يعني ما عنديش شك فده لكن تعالوا نشوف الكبار عندنا اليونايتد في المركز الخامس ليه مباراة خلنا أعتبر أنه إن شاء الله يعني وارد أنه يكسب 15 نقطة يبقى تلعى المربع عندنا منشستر في الخامس عندنا شيلسي سابع عندنا ليفربول هاجي المفاجئات برايتون طبعا أنا أتكلم بس على الكبار الأول شيلسي سابع ليفربول تامن عندي يا جماعة ليستر إزاي ليستر آخر الجدول صرفت يعني خلاص قريب من مليار على الملعب ملعب التدريبات وعملت ملعب تحفة واحد من الأفضل الملعب الموجودة في انجلترا وما تعقدتش مع العيبة ما جابتش العيبة دعمت بها براندون روجرز في السوق الانتقالات وحتى روجرز نفسه اتكلم عن الموضوع ده وقال أنا محتاج لعيبة ورغم كده الإدارة اللي كانت معروفة بسخاءها على النادي ما صرفتش وده دي كانت النتيجة وحاليا براندون روجرز هو أكتر مدربين المرشحين للإقالة في الدور الإنجليزي هو مظلوم لأن ما اعتقدش الاسكواد اللي موجود معاه هادر يحق لكن هو لا يحسب على الفاتورة هو قال له من عايز العيبة وما تعقدوش حسب على الفاتورة ليه في وقت نوتنجام فورست اللي هو حقق نتائج يعني مقبولة تعقد مع 20 أو 19 لعيب يعني برايتون في المركز الرابع ولا تشيلسي في السابع وليفربول في الثامن مفاجأة أكبر بالنسبة لكم اه طبعا برايتون في المركز الرابع دي مفاجأة أكبر منه ليفربول وتشيلسي في السابع بكتير لأنه أرسنال منشستر ساتي تاتنم كنا توقعنا تاتنم هيقدي موسم كبير بسبب الانتدابات وبسبب اللعيبة اللي أصلا كانت موجودة عنده أمثال بنتانكور اللي جاي في الشتاء ما جايش في الصيف يعني منشستر يونايتد موجود فهي الفكرة في الموضوع عن انت لو زقيت تشيلسي وليفربول بدل ما يبقوا في السابع والثامن هيبقوا في السادس والسابع في الخامس وثامن أصدق بس فكرة وجود برايتون فيه وفولهم وفولهم على فكرة فكرة ان فولهم اللي لسه صاعد موجود في المركز السادس قبل ليفربول وقبل تشيلسي ده برضو مفاجأة بالنسبالي منشستر يونايتد من ساعة ماليستن سيتي طلع خد البطول لم يبقيتش مفاجأة في الدولة الإنجليزية بس نبحث عن المدارف برايتون نبحث عن جراهيم بوتر واللي كان عامله وشوف بقى الفكر بتاع الإدارة تعقدت مع مين تعقدت مع واحد من أفضل مداربين في الكالتشو ديزيربي واحد اللي عمل نجاح ساسول واللي كان بيحقق نتائج كبيرة مع أكبار الدور الإيطالي واللي أعتقد ان هو ممكن يسير على نجاحات جراهيم بوتر وهتعقده معاه الأربع مواسم فواضح ان هو في مشروع قادم لبرايتون وهيستمر الفريق بأداءه الجايد في الدورة الإنجليزية فمنسبالي كانتش مفاجأة ممكن نجاحهم من الموسم اللي فات نجاحهم من الموسم اللي فات كان واضح بس نحن نقدر نقول ان تشلسي خلاص مركز رابع لانه جرام كوتل راحة هو طبعا تشلسي وليفنكو ليوم مطش لسه لسه لليوم مطش طيب نروح للأسفان الحقيقة ما فيش هما الريال والبرس لكن حقيقة يعني يحسب للبرس انه رجع شوية من حلوة الليجا الصنادي يعني بقى انه كثير ما شفناش الليجا عرف الليجا تتحسن بالكلاسيكو الليجا حسب الكلاسيكو أنا اعتقد يعني وساعتها بقى زي ان نتكلم بقى على برشلونة اللي احنا عجلنا كلامنا انا شايف مواجهة مباشرة 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 برشلونة هتكون في صالح برشلونة طيب تعليق سريع من خالد على الليجا لا سريعا جدا برشلونة ما اعتقدش ما اعتقدش وكرة لاست علم صحيح ما اعتقدش برشلونة ممكن ياخد لقب السنة دي ممكن السيزن اللي جاي ريال مدريد حتى وإن خسر الدربي دي بتبقى مباراة دوافعة أكتر منها مباراة رياليستيك بتعتمد على القدرات مباراة دوافعة أكتر ممكن برشلونة يكسب ممكن يخسر أيما كانت نتيجة الدربي مش هتأثر على نتيجة يونيوم برلين في البونزليجا في صدارة المشهد ترتيب رقم واحد وراء منه على طول بروسيا دورتموند البيرن متراجع للمركز الخامس في تغيير في البونزليجا في كلمتين يا فروح لا هترجع البيرن هتتصدر سنة اللي فاتت بيرن يونيخ تقريبا خسر أول سبعة مطشاة وخد الدول هو ناجل زمان بس لإدارة ديته شهر إنه يحس نتائج الفريق وأعتقد أنه مدرب قادر في ناس ربطة شوية بين صفقة ساديو ماني في البيرن ومحمد صلاح في ليفر بول تراجع مستوى الفرقتين اللي هم بيلعبوا فيهم وتراجع مستوى هم الشخصي هل أنتوا عاملين اللينك بعد ما نفصلوا طبعا عن بعد في الناس كانوا بيقول إنه جزء كبير جدا من قوتهم الفردية مرتبطة بوجود صنائي مع بعض 100% مدى اللي كنا تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت بسبب تدهور محمد صلاح وسبب كل الكلام دوت هو غياب السيستم روبيرتو فرمين وساديو ماني محمد صلاح لما فكت الحزبة دي ليفر بول بيعاني وباير ميني أنا أختلف بس ما خلف النقطة دي ساديو ماني مستوى كفرديا مش ساي خالص بالعكس مستوى فرديا هو حاليا من أفضل فتراته لكن هو مش معال أيب زي صلاح اللي هو بيقدر يستغل المساحات اللي هو بيسيبها في باير ميني سواء سانية سواء موسيالا أو مولر هم أضعف بكتير من محمد صلاح أو مش موجود اللعب اللي هو بيخلص أو اللعب اللي هو قادر أنه يجيب جون واثنين وثلاثة من وراء ساديو ماني فهي دي بس النقطة اللي مش موجودة في باير ميني على فكرة صلاح فرديا مش مستوى مش متدني لا خالص هو صلاح بس مش الأرقام بتاعته ما بتقولش المستوى الفردي بس الأرقام بتاعته بتقول لا أنا أصد إن ماني مش لقي صلاح يستفيد منه بس هم فرديا اللي اتنين كويسين نودي داروين نونيز البيرن ونجيب سانية معاييرية بس اللي كانوا شغلين كويس على فكرة اللي فريتين كانوا صايصين صحية التقرير ده محدش عافي جيبه فأنا هتطبقه كده وننفرد بيه إن شاء الله في اللقاء جاي مع خالد عامر وفاروق قصام في حلقة من حلقاتنا بسكركم شكرا بس في حاجات كتير جدا مهمة محتاجين نتكلم فيها معاكم في الحتة دي هنهايلايت كده نقطة يمكن تكون إزاي نتعامل مع المركات وإزاي الأندية تعمل تصفقاتها وإزاي الأندية تشتغل على أن يبقى في خطة إحلال وتبديل إزاي تحدد القيمة الصحيحة أو الدقيقة وإزاي تستفاد بالبودجت اللي انت حطتها للمركاتو بتاعك كل ده في الورقة دي هنقاشها معاكم في أشكر حضراتكم وإن شاء الله نتقابل على كل خير في حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم